التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع العراقي جمعة سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيرة رسمية تستقرق وعدة أيام وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عينات سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت لهم راسم استقبال رسمية واستعراض حرص الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر